شيخ صالح غاية الشيطان في هذه الحياة أن يصد المسلم عن الحق والتوحيد كيف يحصن المسلم نفسه من ذلك بأن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن يخاف من الذنوب فيتوب إذا وقع في شيء منها يبادر بالتوبة فلا يقنط من رحمة الله مهما عظم ذنبه فلا يقنط من رحمة الله فيعتمد على الخوف فقط ولا يأمن من مكر الله فيعتمد على الرجاء فقط وإنما يجمع بينهما دائماً وأبداً يكون بين الخوف والرجاء